شهد الحفل الختمية لمسابقة تصميم الإسكان الأخضر الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقضية بقيمة 200 ألف جنيه ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقضية بقيمة 100 ألف جنيه كما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة نقضية بقيمة 50 ألف جنيه على أن يحصل أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس على جوائز نقضية تشجيعية بقيمة 25 ألف جنيه يذكر أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحسين استدامة المباني على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة العمارة الخضراء حيث يجرى بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية طبعا هي المسابقة دي احنا أطلقناها من سبتمبر الماضي السندوق بالفعل بينفذ برنامج المليون وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج احنا عاملين مكون إسكان أخضر منخفض التكاليف يعني يبقى مقارب في تكلفته للإسكان العادي اللي احنا بننفذه منذ بداية البرنامج طبعا في أهمية كبرى للتحول للأخضر نظرا لأنه ده طبعا هيعمل وفر في الطاقة للمواطن ووفرات كثيرة للدولة احنا بدأنا بالفعل في تنفيذ أول 25 ألف وحدة سكنية للتصميم كان السندوق هو اللي عمله والتنفيذ شغال في أربع مدن جديدة على الأرض تعريبا وصلنا لنسبة تنفيذ أكتر من 50% وفي توجه دلوقتي من القهيدة السياسية إن احنا بنحاول نستفيد من كل مواجدنا سواء إذا كان طاقة سواء إذا كان مية إذا كان أي ريسايكلينج بتاعت الويست بتاعنا كل اللي نقدر نحاول نستفيد بحيث إن احنا نعظم إمكانياتنا الدولة كلها بتتجي إلى هذا الاتجاه طبعا احنا أول ما عرفنا إن فيه مصابقة إسكان أخضر طبعا رحنا سحبنا كراسة الشروط من مركز البخوص وبدأنا ندرس كواس قوي الكراسة جواها إيه ومحتوى الكراسة والشروط اللي هم حطينا في الكراسة لإن المسابقة دي كان من أهم شروطها والتحديات اللي قبلتنا إن بنستخدم فيها معايير بيئية عشان خاطر نطلع بكفاءة في التصميم دي مش أول مسابقة احنا نشارك فيها شاركنا في أكتر من مسابقة قبل كده وشاركنا في أكتر من مشروع غير المشروع ده سواء سكيل صغير خالص من سكيل فيلا لغاية أكبر مشروع موجود عندنا في المكتب جزيرة ودي الملوك في اللقصر كنا دايماً حطين هدف أساسي قدامنا بينقسم الـ 3 main factors الكلتشار والنيتشار والقرات دي دايماً المعيار رئيس اللي احنا بنصمم على أساسه أي مشروع احنا بندخله